أهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية وقدمها لكم من نوال قناة اخبارية في الجزائر إذن نجوى مغشرة جسيا مع بعض الأمطار أحيانا رعدية على المدن الشرقية للوطن تقس مستقر على العموم بالمناطق الغربية والوسطى حتى المدن الجنوبية نسهل نشتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا السحب عابرة على المناطق الشمالية للوطن وعن حالة التقس المرتقبة لصبيحة يوم غد الخميس نتوقع بإذن الله الصحب عابرة على كل المناطق الغربية والوسطى حتى المناطق الشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الشرقية خاصة بأقصى الشرق الجزائرية يبقى تقس مستقر ومشمس على أغلب المدن الجنوبية مع بعض الصحب العابرة على أقصى الجنوب الجزائري تطاير للرمال بالصحراء الوسطى وأقصى الصحراء درجات الحرارة الدنيا لصبيحة الخميس تصل بإذن الله 10 درجات على وهران 9 درجات بالجزائر العاصمة وعن نابت 8 درجات على قلمة وتزيوزو 6 درجات على تلمسان درجة واحدة على بثنا وسطيف 8 درجات بعين صالح وأدرار 6 درجات على تندوفر 4 درجات بإليزي وجانات حتى 8 راس 12 درجة بمنطقة عينجز في ظاهرة الخميس نتوقع بإذن الله جوة مستقرة مشمسة على كل المناطق الغربية والمناطق الوسطى صحب عابرة على الشرق البلاد جوة مستقرة على أغلب المدن الجنوبية مع بعض الصحب العابرة على أقصى الصحراء وتطير للرمال بالجنوب الغربي درجات الحرارة القصوى لظاهرة الخميس 29 درجة على وهران وتلمسان حتى الجزائر العاصمة 7 درجة بعنابة 8 درجة على تزيوزو حتى بقلمة 4 درجة على سطيف وبتنة حتى تيرتوى الجلفة 6 درجة بلغوات 3 درجة على البيض 21 درجة على عين صالح وأتين دوف 8 درجة على إليزي وجانات 24 درجة بعين جزام و23 درجة بمنطقة أدرار نسأل بكم شاهدين لحالة البحر اليوم الخميس سيكون بإذن الله قليل الاتراب على السواحل الغربية مع رياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 حتى 40 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية البحر سيكون قليل الاتراب مع رياح غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشاتنا الجوية نتجه اليوم لولاية شلف والتي تقع في الغرب الجزائري تبعد عن العاصمة بحوالي 20 كم فإن الأجواء بها أيام الخميس الجمعة والسبب تكون مشمسة إلى قليلة الصحب مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 9 و 11 درجة أما القصوى ما بين 19 و 22 درجة الريح فيها ستصل لحوالي 30 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة حوالي 72% كالعادة نختم هذه النشة الجوية بالمعلومات الفلكية للشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقسي يوم الخميس والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في أمان الله شكرا لكم على المتابعة في أمان الله